السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وقطيب التحيات كل عام وحضراتكم بخير يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات وعلى العهد والوعد اللي أطعناه منذ سنوات نتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وإن شاء الله تعالى نجد الإفادة والجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير هتلاقي نصيحة مكلصة وعلمية وعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة ويمكنكم التواصل معنا عبر رسال اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك ونرحب تلقي اتصالات حضراتكم من أول الحلقة علشان ما نتأخرش عليكم في الحلقات السابقة وامتدادا لما قلنا اتفقنا على إن التهابات الحوض والأنبيب أصبحت واحد من المسببات الرئيسية لتأخر الحمل أنا دكتور مناظير ومن الحاجات اللي تم استحداثها في الطب حديثا إن الستات اللي عندها انسداد وانتفاخ وتجمع مائي وقيلة مائية داخل الأنبوبة أو تجمع صديد داخل الأنبيب اللي ده بيحصل منها ارتشاح إلى الرحم ويجب غلق أو فصل أو ربط الأنبوبة دي بالمنزار من أربع سنين كنا بنعمل العملية دي تقريبا مرة كل تلات أربع شهور الآن ممكن يتحول لي حالات مرة كل أسبوع لغلق الأنبوب المنتفخ وده دليل على زيادة حالات التهابات الحوض والأنبيب وتمدداتها اللي احنا بنتكلم عليها معانا أول اتصال ترفوني في حلقاتنا النهاردة إيمان تفضلي وعليكم السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام إزاي حضرتك يا دكتور أنا بحب حضرتك جدا ومتابع حضرتك على طول أنا متشكر لحضرتك وده يشرفني من ساعة ما إيه يعني من زمان جوا من ساعة ما اتجوزت طيب ستة ونتي متجوزة بقالك أديه أنا من زمان ديلي أربع سنين يا دكتور أيوة وحصل حملة ضرين أيوة وهم ينزل في الشهر الثامن وأول حمل ما ربطش تاني حملة دكتور جال لي أنت محتاجها ربطه وأربطي يعني حصل ولادة مبكرة في الحمل الأول في الشهر الثامن الولادة المبكرة دي حصل إيه جالك طل ولا الأول نزلة مية ولا إيه بالزبط أيوة بيجيلي طلج يا دكتور وبيجيلي جال مية كده وبصني العين نزل على طول تاني حمله ربط أيوة برضو وجه جالي وجع وبصيت لجيت برضو الحمل النزل بعد ما حلته الربط على طول تمام هو أمر ربط رسل لدكتور ثاني ثالث جال لي أنت عندك تجلط في الدم ثاني عيل مات يا دكتور في بطني آه ثاني عيل مات نزل نزل متوفر في بطني آه بصيت جال لي أنت عندك تجلط في الدم دلوقتي أنا حمل يا دكتور عاديل شهرين دول وقت تمام أنا عاملها بالوقت يعني وجال لي تاخذ الحمد اللي هي تحت الجلد دي في دكتور جال لي هتاخذيها آه عشري وهتاخدها يوم ويوم وفي دكتور تاني جالي هتاخدها أربعين وهتاخدها كل يوم أنا لو شعرت مش عارفة أخدها كل يوم ولا أخدها يوم ويوم وهال هاربورت تاني يا دكتور يعني يعني أعمله مثلا يا دكتور عشان الحمل يستمر حتى لحد نص التاسع وهكذا أفتح وهو حد نص التاسع ده مش وحش ده حد نص التاسع ده هاي لها حدري بتقولي أقصى الأماني ما هو هي المشكلة عندي إنه هو التامن المشكلة في الثامن بس افتكري خير لأحسن جايز المشكلة توصل للسابع أو السادس طيب هنا في مشكلتين أنا هجاوب حضرتك كده يا مدام إيمانا وهتفهم من إجابتي تعمل إيه في مشكلتين المشكلة الأولانية أن في ضعف في عنق الرحم في ما يبدو ده بناءً عن كلام الحضرك قلتين أدى إلى حدوث ولادة مبكرة في الحمل الأول فالحمل الأول انتهى بولدة مبكرة وهي بتوصف وصفة دقيق جداً بتقول أنا وأنا قاعدة جالي بوجع بسيط لقيت أن عنق الرحم فتح والطفل نزل بين رجليا هو دي مواصفات الستاتة اللي عندهم ضعف في عنق الرحم طبعاً صعب أن واحدة بكرية وما حملتش قبل كده وبعندها ضعف في عنق الرحم ولكنه ليس مستحيلاً لكن المفترض أن الستة دي كمان تعمل تقييم جيد للرحم يتشاف في حاجز رحمية أو رحم زو قرنين لأن ده قاعد يفسر ضعف عنق الرحم اللي يبقى مصاحب له الستات اللي عندهم ضعف عنق الرحم يشتكوا بالشكوى دي إن شور تايم في فترة قصيرة وزا لتل بينن لتل بليدن يعني ما عنديش ألم شديد ولا دم جديد نزل علي حامل ما بين الرابع للتامن بيجي لي طلق والطلق ده ألم بسيط ولاقي خلال نص ساعة ساعة من الألم البسيط مش الستات اللي بتحكيين ان بتقعد تولد لفترة طويلة نزل الطفل أو كيس الماء يتفتح ونزل وراء الطفل وما الحقتش ده أنا يدوب حسيت بالوجع الساعة 19 الصبح على ما اتنقلت المستشفى الساعة 11-12 لقيت العيل نزل بين رجلية وان رايحة المستشفى فده معناه إن في ضعف في عنق الرحم بناءًا على الكلام اللي حضرتك بتقوليه أنا معرفش برضه إذا كان في ضعف في عنق الرحم عمل الربط شيء يفيد لكن عمل الربط وحده ليس هو الحل لإن إحنا قلنا إن الربط فيه أراء متضربة عليه والربط بيزيد التهابات المهبل اللي ممكن تزيد الولادة المبكرة فالمفروض إن أنا أعمل ربط واخد علاج مكسف لمنع حدوث ولادة مبكرة ولمنع حدوث التهابات مهبلية وانقبضات للرحم في مشكلة تانية جدت في الحمل التاني إن حصر وفاة للجنين داخل الرحم وده ناس قالت إن ده بسبب عوامل التجلط وده قد يكون عوامل التجلط تعمل كده أنا بس عشان أحل حيرة حضرتك في الجرعة الجرعة اللي تقل حضرتك إنك تفجي الحؤن يوم بعد يوم لا يمكن أن تكون صحيحة لأن هذه الحؤن مدة عملها 24 ساعة أدي واحد اتنين حد قال حضرتك الجرعة 20 والجرعة 20 دي أليلة جدا هي الجرعة تحدد بناء على وزن السيدة لكن متوسط وزن السيدات المصريات بيكتوش حؤن أقل من 40 ويوميا وتستمر حتى أول التاسع وقد نحتاج لتعديل الجرعة وزيادتها لـ 60 أو 80 وفي الناس بتوصل لمية ومية وعشرين بناء على عمل دوبلر وده اللي لازم يتعمل لأنه ما تعملش المرتين اللي فاتوا لأن متابعة الحمل كانت قاصرة يجب عمل دوبلر في الشهر الخامس لبيان سرعان الدم في المشيمة والحبل السري وبيان جرعة المسائلات اللي احنا بناخدها جيدة ولا يجب زيادتها معانا تصال ترفوني آخر تفضلي هناء تفضلي سلام عليكم يا دكتر وعليكم السلام يا فندم أهلا بيكي بقول لحضرتك لو سمحت عايزة أسأل حضرتك على حاجة أنا بنتي عندها 18 سنة ومش متجوزة يعني نسية طبيبة نسية أيوة أنا مصنفت عندها تعب فاخدتها ورحت كشفت عليها ودكتورة عمل السبونار طلب التحليل الـ FH وعليكم إن هي عندها تكييفين طيب يا فندم حضرك بتقولي أنا لقيت عندها تعب يعني أي كلمة تعب دي ممكن تفسير هذه الكلمة يعني يعني أي تعب قلت حسيت بأعراض غريبة وشها في حبوب فيه شعر زيادة أي يا فندم يعني ما عملت مش مقرنة ما بين الحبوب في الأول أنا الأول لقيتها تجيب حيث بتاعها مش عارسة إيه فالمهم أنا مستنيتش ورحتي للدكتورة وكشفت هي اللي وضحيت لإن الحبوب عمزها تكايوسات عشان شدها في حبوب في وشها أي فندم وشعر الرأسها هيقع كتير وبشرتها تبقى دهنية وحيبقى فيه شعر زايد في جسمها تفضلي تمام تمام المهم عملتوا لتحاليل وقالت لي فيه تكايوسات والنسبة بتاعيتها سبعة هو ما فيش حاجة اسمها لنسبة سبعة لكن يبدو إن ده واحد من التحاليل كان رقمه كذا يبدو إن التحاليل سبعة أيوة يعلم أي السؤال إيه بقى؟ أدتني كتبت لها على علاج اللي هو منع الحمل والمتاعي السكر وسيدوفاجة بقى وجلوكوفاج كويس ممتاز قال العلاج ده دكتور وقالت لي وزنها ينزل لازم وزنها ينزل تمام هي طولها 163 ووزنها 74 هو فندم إحنا ما سألناش عن طولها ولو طولها 120 وزنها لازم ينزل ولو طولها 2 متر وزنها لازم ينزل تمام تمام وكتبت لي على علاج اللي أنا قلت لحضرتك عليه تعال دوت هتفضل ماشي عليه ماذا الحياة؟ تمام هايل طيب أنا حطلب من حضرتك أولا تسمعيني من خلال التلفزيون ثانيا إن حضرتك أنا أوجه لك التحية وكل سنة من طيبة بنسبة عيد الأم دي الأم فعلا اللي لما تشوف مشكلة تروح تكشف مش اللي يقولوا دي أنسة وما نودهاش لدكتور النسة فيسيبوا الدنيا لما تخرب نمرة 3 أطلب من حضرتك إن حضرتك تروحي للدكتورة اللي هي شفتها وتبلغيها عن لساني إن أنا بشكر الدكتورة دي وأنا ممتن جداً للي هي عملته لأن هي اللي عملته هو الصحيح تماماً عكس اللي بيتعمل من أخريات اللي يقول لها أنت ما عندكيش حاجة وتاخدها وتبوسها وتطبطب عليها وتقول لها وعي حد يلعب في هرموناتك وتحط لها الصنارة على بطنها وتقول لها عندكيش حاجة تمام واللي تقول لها ما تكشفيش وما تسأليش فالدكتورة دي دكتورة تتقي الله وقالت الحقيقة وطلبت تحاليل مظبوطة ووصلت لتشخيص وقالت علاج جيد جداً فزي ما أنا بععد أقول على الحاجة اللي مش صح صح لازم لما شوف حاجة صح أقول لنا صح وهذه السيدة ربنا هيجزيها خير أولاً قالت أنا أعرف أتعامل مع الحالة دي ما فاتتش وكانتش تعرف وقالت أي كلام طلبت تحاليل مظبوطة أردت تحاليل إراءة مظبوطة نصحت البنت نصيحة مظبوطة لأن أهم كلمة قالتها لها هي فقد الوزن فأنا من هنا بوجه شكري للدكتورة دي وحضرتك مدينة ليها بشكر نمرة ثلاثة مرض تكيّس المبايد مرض مزمن لا يشفى وبالتالي بنت حضرتك اسمها مونة نوها هيفضل اسمها فلانة اللي عندها تكيّس مبايد العمر كله ما هياش عندها دور برد رحت للدكتورة كتبت لها عليك شهرين ثلاثة هتستمر عليه وتنتهي الدور البرد لا هي عندها مرض مزمن هذا المرض يزداد دركته كل ما هي تزيد في الوزن ويقل دركته ويتحسن ولكن يظل موجود وينضبط كل ما تنزل في الوزن فهرمونات حضرتها هي اللي مؤترض على وزن حضرتها وما جبناه ستير طلها ولحنا رأينا ايف وزنها ده في أتخن منها واصلختها أرفع منها وكلام ده ملوش أي قيمة ده واحد اتنين يبدو أن عندها درجة شديدة من تكايس مبايد لأن الأعراض واضحة بوضوح وزهرة هذه الفتاة يجب تخس كتبت لها رسمان الحمل وهي واحد من أقوى مهبطات درجة تكايس مبايد كتبت لها على سيدوفاج وجليكوفاج ونصحتها ده النصيحة المثلى هو تغيير نظام الحياة اللايف ستايل طريقة أكلها نوعية أكلها عدد مرات أكلها تتابع أكلها شوفي جبت يصيلت أكلها كم مرة وطبعاً الستات المصريات كلهم دي ما بتاكلش وأكلتها ضعيفة كلهم كده يعني كلهم ما بناكلش وما تدقش الزاد وأكلتها ضعيفة يا دكتور ومع ذلك بتزيد أنا ما عرفش بتزيد من إيه ما علينا اللي هي ما انتش عارفها بتزيد من إيه ده كتير بالنسبة لجسمها ويجب تنظيم نظام حياتها وأكلها وممارستها للرياضة يجب فقد الوزن يجب الاستمرار على عقار الميت فورمين راسمان الحامل اللي هي دتهالها تهبيط جيد جداً ممكن استخدام نوع من أقراص من الحامل بيقلل الأعراض الزكورية عشان تقلل البشرة الضهنية والحبوب اللي في وشهاها وحب الشباب والشعر اللي في جسمها وتسقط شعر راسها كل مرة قلت يقلل قلت يسيطر قلت يزبط وما قلتش يشفي أو يزيل لأن تكايس المبايض مرض مسمن لا يشفع لكنه ينضبط بده إن شاء الله يمكن السيطرة عليه وتتحول إلى درجة أبسط معنا اتصل تليفوني آخر تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام أيها دكتور أيها أيها دكتور أنا إسمي مي أنا متجوزة بقالي سنة وحملت بعد أربع شهور من غير أي علاج يعني ونزل في الشهر الثالث قبل نهاية الثالث النبض وقف أي النبض وقف أيها اسمي من ساعة دكتوره ما حصلش يحمل رحت لدقات ركتير كل دقاتي قلت كل حاجة مضبوطة بيعملون اللي اللي هو المتابع الطبويد طبويد ممتاز والحالة كويسة قلتوا بسيحة مش عافية من إيه حللت اللي هو تحليل البي أر إيل لقيت واحد وسبعين من مية والتي إس إتش آآ 12 من مية تمام وما فيش تحليل تاني لطلبة غير كده آآ لقى أم إتش اللي هو مخزون الطبويد واحد ونصف تمام عايزة تقولي حاجة تاني لأ شكرا يا ربط زوجك حلل آآ حلل النسبة طاعت كويسة والحركة كويسة وكل حاجة كويسة وبالتالي الدكاترة وطلع عند شوية تضيد آآ أخذ مضب دحايا والدكاترة عمرهم ما كتبوا لحضرتك علاج لأ دايما باخد اللي هو العلاج بتاع الغدة اللي هو الابيض برطمان الابيض ده باخد حباية كل يوم تمام حضرتك بقى قلت لنا نتيجة تحليل الغدة بعد العلاج اللي خدتيه مش قبل لا ده قبل قبل ما اخد العلاج ازاي يبقى العلاج يبقى التحليل 12 من 100 وحد بيكتب لك علاج آآ قال لي آآ أخد ده هو هرمون بتاع ده شريان الحياة ومش بيعمل أي حاجة يعني يا فندم يا فندم يا فندم التحليل الطبيعي بتاع الغدة الدرقية ما بين 10-15 من 100 لحد 4 المثالي انه يبقى تحت 2.5 يعني انت التحليل بتاعك اللي طالع 12-15 من 100 ده تحليل مثالي وبالتالي اخد علاج للغدة غير مطلوب يا اما في مشكلة في الغدة وبالتالي مطلوب ناخد علاج يا اما مفيش مشكلة للغدة واخد هذا العلاج لا جدوى منه وبالعكس الارقام اللي حضرتك بتقولها دي مش المفروض نحط نكتب له علاجة على الإطلاق احيانا بنكتب علاج للغدة لما يبقى تحليل 6-2-2.5-3 اه كل ما نخفض نشاط الغدة الدرقية بيبقى احسن لكن هو عند حضرتك هو اساسا انا اسف كل ما نعلي نشاط الغدة الدرقية كل ما يبقى احسن لكن هو عند حضرتك التحليل اللي بتقولي ده تحليل كويس اوي وصعب جدا انه برضو عقلي يقبل ان تحليل هرمون اللبن طالع 1.7 من 10 بدون كتابة علاج لان 1.7 من 10 ده اقل من الرقم الطبيعي فيبدو ان حضرتك حد كتاب لك علاجات لده وده التحليل اللي بعد العلاجات وحضرتك بتقولها لنا وهنا يبقى التقييم مش مظبوط لان ده تقييم متأثر بعلاج تمام حضرتك محتاجة تعملي التحليل اللي مطلوبة اللي هم تفادوا طلبها عشان لو طلبة حيبان فيها مشاكل عشان ما يبانش فيها مشاكل وما اضطرواش يقول له حضرتك من المشاكل فمطلوب ان يتعامل تحليل FSH ولا LH في ايام الدورة ومطلوب يتعامل تحليل البروجستيرون في اليوم الواحد وعشرين من الدورة لان المفاجأة بقى ليس كل ما حضرتك بتشوفيه وبيقولولك عليه على الصنار انها بويضات هي بويضات ده الكيس اللي جايز تبقى جواه بويضة وجايز لأ جايز يبقى كيس فارغ والكيس ده جايز تخرج منه بويضة وجايز لأ والبويضة اللي تخرج جايز تبقى جيدة النوع وجايز لأ وجايز قبولها للتخصيب عالي وجايز لأ واللي يحكم على ده هو تحليل للهرمونات تجرى في ايام متابعة تبويض او في اليوم الواحد وعشرين من الدورة وهذا كله لم يتم اجراؤه لحضرتك وبالتالي عند اجراء الكلام ده متوقع ان تبقى المشكلة فنعرف المشكلة فين معنا اتصال تليفوني اخر وعليكم السلام اهلا يا ابتسام اهلا يا فنم متجوزة بقى لأربع سنين اهلا وبعد الجواز بأربع شهور رحت للدكتورة قالتلي اول حاجة ما عندكيش حاجة وطلبت مني تحليل لجوزة بعد كده اعملناه وطلعي خوية تمام بعدين الدكتور قالتلي ما عندكيش اي حاجة ما تشكيش من اي حاجة ما فيش اي حاجة عندي تمام رحت للدكتورة تانية اه بعد سبع شهور طلبت مني ان انا اعمل اه اه اشعة السبغة عملتها قايتلي برضو كويسة ان فيش اي حاجة اي اه كتبت العلاج وقايتت عليلي بعد ثلاث شهور علاج لايه اذا كنت كويسة وما عندكيش حاجة نعالج ايه اذا كنا بنؤكد ان ما عندكيش حاجة نعالج ايه بقى نعالج اللاشئ يعني انا باخد علاج للاشئ انا ما عرفش الدكتورة قالتلك كده وتعليلي بعد ثلاث شهور انا ما بشككش ان حضرتك قالتلك كده انا متأكد من صدق ده ومش عايز حضرك تعيديه تاني انا بقول لحضرتك اين العقل والمنطق في هذا ما فيش ما فيش ما فيش عقل ومنطق انا ما كنتش اقول لحضرتك تعرفي ساعتها او ما تعرفيش انا بقول لحضرتك باعمال العقل نعمة الله التي انعمها على البشر ها باعمال العقل نكتب علاج لوحد ما عندهاش حاجة يا ام هيا عندها واحنا مخبين علها كميلي وبعدين اه بعدين رحت لها برضو كالتلي ما فيش اي حاجة عندك مرحتش تاني وبعدها رحت لدكتور تاني قاللي انت عندك قرحة في الرحم تباعم عملها وبعد كده رحت له الشهر اللي بعده قال لي متابع التوضيب ليكي وبعدين أما سمعت من حضرتك في المرنامج برضو بتقول اللي القرحة دي مظبوط وأنا كاتب عندي ده كلام ألغية من الطب مظبوط ده كلام ألغية من الطب فسافرت الدكتور تاني في القاهرة طلب مني الكلام ده كله يعني في السنة التالتة رحت الدكتور تاني في القاهرة طلب مني تحليل مظبوط المجيزة عملته بسطلع قليل 68% ثانية واحدة فنة توقفي عندي هنا بعد إذن حضرتك كل الثلاث سنين اللي كانوا قبل التحليل ده هباء منثورة هباء منثورة بقولها هو بعلو الصوت هباء منثورة حضرتك فيه غلطتين اتعمله حضرتك رحت الحد مش متخصص رحت الدكتورة في بلدك وبيتابعوا الحمل مش دكتورة تأخر حمل تمام نمرة اتنين بالعقل والمنطق باعمال العقل والمنطق واحدة واحدة كده عشان يحلفوا ان جوزك كويس طلبوا منه ايه تحليل لكن حضرتك قالولك انك كويسة بلا دليل وبلا تحليل ليه لان انا بتعامل مع حد مش متخصص نمرة اتنين لان انا واحدة ستة عايز اسمع ان انا كويسة ورغبة الستات المصريات في سماع انهم كويسة هي اللي بيستدعي الدكتورة ان يجدبوا عليهم وقلوا لهم انت كويس فلما الطلب من حضرتك حاجة الطلب اشعة السبغة اللي هي اكيد هتطلع كويس واحدة متجوزة سنها ما فتحتش بطنها ما عملتش عمليات بعد الجواز بسبع شهور متوقع يعني الاشعة البالسبغة هتطلع فيها متوقع انها تطلع مثالية فخلينا نتحجج ونطلب من الست الحاجة وتحس انها عملت حاجة حلوة لكن ما كانش ده اللي مطلوب تمام نمرة اتنين قرحة في عنق الرحم قل غيات من الطب اهو بقولها بعيل وسطي اهو ما فيش كلام وهم من ده ما فيش حاجة اسمها قرحة وما فيش حاجة حد يقول لي واحدة قرحة دي اللي منع الحمل وما حدش يقول لها تعالك وهالك كده هيحصل حمل وكيها ياريت ان نقول ما يضرش لكن للأسف ان كيها قد يضر ويقل الفرص الحمل لعدة شهور بعدها لانه يدمر الخلايا التي تفرز الافرازات الزلالية لوقت التبويض اللي بتساعد الحيوانات المنوية انها تصعد وبالتالي فهو اجراء تعافى الطب عنه ها وانتهى من سنين ومش بس ما فيش منه فاي ده لا قد يكون منه ضرر لكنه ايه حد مش متخصص عايز يفهم الستة اي حاجة ويعمل اي حاجة تحس انها عملت شيء جديد كل ما كان قبل اجراء تحليل المخزون هو هباء منثورة سن حضرتك كم سنة 35 يا فندم انا كنت لسه هقول لحضرتك كم يا فندم 35 35 فسيدة تجوزت عمرها 32 سنة وده سن مش صغير وبتقول لهم انا ببا احملش محدش طلب تحليل المخزون 3 سنين طبعا تحليل المخزون اللي حضريك طلع 68 من 100 ده قبلها بسنة ولو ان لو تفتح عمل الشيطان قبلها بسنة كان تحليل المخزون ده هو هو كان 80 من 100 وهو مش مثالي لكنه احسن من 68 وقبلها بسنتين كان 95% وهو ليس مثالي لكنه احسن من 68 وقبلها ب3 سنين اول ما اتجوزتي كان واحد صحيح وهو اقل حاجة في المثالي ولا الجيد لكنه احسن من 68% المهم المهم يا دكتور الدكتور راح قال لي عايزة حقني مجهري بس قال له جوزة على جنب قال له مش هتنجح طيب هو فاندم اللي مخزونهم قليل ليس حتما انهم يعملوا حقن مجهري ولا ده يعني انهم لا يمكن حيحملوا طبيعي لكنها الوسيلة الاسرع لاننا بيبقى فارق معنا عامل الوقت جدا اتنين التحليل بتاع 68% تحليل مش وحش وما يقولش ان الحقن المجهري حيفشل لكن حتى التحليل ده مش قاطع دكاترة المتخصصين في تأخر الحمل بيعملوا صنار مهبلي ويعدوا حاجة اسمها عدد الجرايبات اللي جوه المبيض اسمها عند الدكاترة ودي لها دلالة اكتر من تحليل المخزون فيبدو انه هو شاف ان المبيض بعدد الجرايبات اللي فيه قليل او انه مش هيطلع بويضات فقام قيل لجوزك كلمتين دول انا ما قاليش جوزي قال لكلام ده برضو قاملناها دي في اليوم الثامن الدكتور قاد برضو ما فيش طبوط طلع تمام لانه هو شاف هو شاف ان المبيض دي حاجة بتتشاف كده في المبيض بس يشوفها حد متخصص اوي وبيعمل صنار مهبلي كويس يوم يقول في بويضات نوية تطلع الشهر لو خدنا تنشيط ولا لا فهو عشان كده شاف كده اقل لجوزك على فكرة ما تأملش كتير اوي دي حتصرف كتير وحتاخد منشطات كتير ومش متوقع انها تطلع بويضات ليا دكتور هو التحليل وحش اوي ليا التحليل مش وحش اوي بس منظر المبيض بالصنار مش مريح هو ده الحديث اللي دار بين الدكتور وبين جوزك طبعا لان البطانة المهاجرة واحد من اكثر الامراض التي تضعف مخزون المبيض من البويضات واد منظر اللي الدكتور عمل لحضرتك له دور هام بس دور ليه نحن للدكترة يريحنا يفهمنا هو عندك ايه يفهمنا ليه 35 سنة والمخزون بقى ليل كده ولا واحده امراض 42-43 سنة وكي النقاط الدموية بتاعة البطانة المهاجرة هيوقف نشاط المرض لكنه للأسف مش هيحسن المخزون مش هيغير في الامر شيء يعني في هذا الاجراء مفيد اه بس يقال عليه عندنا كده زوء اهمية اكاديمية يعني يفيد الدكترة يشرح لهم يفهمهم يعرفهم اللي الست دي فيها ايه بس بالنسبة لحالتك مفرقش كتير قوي فضلي طيب طبعا دي من المقاسي المتكررة يوميا في عيادات تأخر الحمل هذه القصة قصة متكررة تمرين مشهور زي ما كانوا بيقولوا زمان تمرين مشهور لدكتور تأخر حمل ست جاية متجاوزة بقالها عدة سنوات بيت قال لها انت ما عندكيش حاجة اقعودي في البيت خدي منشطات اللضة التبويض هايل لان الستات اللي مخزونه بقليه لما يدون منشطات بيطلعوا اكياس فارغة اكياس فارغة لان ليس بكل ما يرى على الصنار هو بوايضات لدرجة من الست دي لما تدونها منشطات كتير وقت الحقن الميكارية ما طلعتش بوايضات ولو طلعت جميش فطوها طلعت اكياس فارغة وما فيهاش بوايضات لان اللي مخزونها قليل بيحصل لها كده وبعدين تستمر على الكلام ده سنوات لحد ما تخش عيادة متخصصة نوم احنا اللي عيانة بتدخل العيادة عندنا بتعمل خطوتين بتعمل كل تحليل هرمنات تعمل لازم تحليل المخزون ونبعثها تعمل صنار رباعي الابعاد لا اكتشاف الانترال فريكلر كونت فانا اكتشف المأساة ايه الحق ده المبيض ده حجمه صغير ده البوايضات اللي فيه قليلة ده المخزون قليل ده فرص الست دي في الحمل قليلة صحيح الفرص قليلة ليست منعدمة لكنها قليلة قليلة ما احنا ما بنقولش مين تحمل ومين ما تحملش الحمل هبة من الله لكن احنا بنتكلم على فرص ايه اللي تحليل المخزون بتاعها كده فرصها في الحمل قليلة بالمناسبة قد يحدث حمل لها الشهر الجاي مباشرة ها وده وارد لان الله ياهب لمن يشاء بس احنا بنتكلم على ارقام اللي لا يقف امامها قدرة الله سبحانه وتعالى بنتكلم ان لو ميت ست جيالنا بالتحليل ده بالحالة دي بالسن ده اللي هيحمله منهم خمسة ستة فبنقول الست فرص قليلة ان خمسة وتسئين مش هيحمله يشاء السميع العليم ان هي الستة دي تبقى واحد من الخمسة دول الشهر الجاي هذا ليس طعنن في الطب وليس معناه ان احنا ما بنعرفش وليس معناه ان التحليل غلط والتحليل ما بيقولش مين تحمل ومين تحملش هو بيقول كده بيقول المخزون قليل فرص الحمل قليلة الدكتور لما عملها صنار قال لجزع على فكرة المبيض ده ضعيف اضعف من التحليل بتاع المخزون لو خدت منشطات مش هتطلع بويضات وبالتالي فرص ان الحقن المجهري ينجح فرص قليلة لكنه يمثل المحاولة اللي في إدماء رجعت حضرتك البلد لدكتور ملقاش فالفصة في الحالة مش لقي حاجة يعملها بقى وصلنا لقمة الهرم العلاجي وهو الحقن المجهري ومعملناش فقام مستدعي قمة الهرم التشخيصي ان احنا نروح نعمل منذار وانا لا اعيب عليه عشان حضرتك لو هو قال لك ما تعمليش حاجة وحتي عودي تعياطي في العيادة والدبدبي وقال اخره لكن هو المنظار في حالة حضرتك مفيد مفيد لينا مفيد للبكاترة مفيد لتشخيص الحالة مفيد لمفهوم ايه اللي يأكل المخزون كده ويجب ان تعلم كل السيدات الجمل اللي تقالت دي ان مرض البطانة المهاجرة من الامراض المضعفة للمخزون مرة كده وانا ما بخشاش حاجة وبقول ومكسفش يعني عملت السيدة المنظار وبعدها بسنة ما حملتش وتكشفنا ان عندها بطانة مهاجرة وعدها بسنة ما حملتش وبعت تقول لي وتصرخ ده تحليل المخزون قال في السنة دي نا كنت عاملها قبل المنظار طالع كذا اه هو المنظار ما قللش المخزون المنظار كوان قاتل بطانة مهاجرة لكن هذا مرض مستمر قلت لها ايوة هو المرض هو الذي يضعف المخزون بعد ست شهور المخزون بيضعف بعد سنة المخزون بيضعف عشان كده لما بنعمل المنظار في عيانة ونكتشف ان عندها بطانة مهاجرة ومخزون قليل ما بنديش تهبيط للمرض ونديها فرصة علاج ما بين ثلاثة لست شهور واذا ما حصلش حمله لا لازم اعملي حقن مجهري لاننا نعلم ان هذا المرض مضعف للمخزون فالست دي اكتشف ان المخزون ضعيف بالمنظار كول نقاط الدموية حاولوا يحافظوا على المخزون الموجود لكنه مخزون قليل وبالتالي هناك فرص حدوث حمل طبيعي وممكن تكرار الحقن المجهري والله قادر على كل شيء معانا اتصال تليفوني اخر لكن طبعا زي ما بأكد لحضرتك سنة 2018 حضرتك عملت تحليل المخزون طلعا 68 من مية سنة 2017 كان تحليل المخزون ده 70-75 من مية سنة 2016 كان تحليل المخزون ده 90-95 من مية سنة 2015 سنة ما اتجوزتي كان تحليل المخزون حوالي 1-1 من مية وحضرتك ما أسرتيش عارفة انك متزوجة 32 سنة وعارفة ان ده سن كبير فبعد أربع شهور إلقتي وجريتي لكن الكلام اللي تقال لحضرتك هو الكلام الذي يراضيك حضرتك الوقتي حصل حاجتين بس عشان تبقوا عارفين لان ده مثال صارخ يعني كنت بتروحي لدكاترة بتنزلي من عيادتهم مبسوطة وبتتحكي الله يا جمال ويا خف الدم وبيقول انا ما عنديش حاجة وزي الفل ومش عارفين ما باحملش ليه ده كترة تأخر الحمل اللي بيراضه الستات بالكلام وبتنزل الستات من عندهم مبسوطة هو ده النهاية حضرتك رحت لدكتور تاني صدمك وخرجت من عيادته زعلانة لكنه هو من قال الحقيقة وعامل الله وبالتالي الناس اللي هتعامل ربنا وحتقول الحقيقة الناس بتكرههم وبتخرج من عندهم العيادة متضايقة وبتقعد تعيط وتقول ده محدش قال لي كده تمام؟ وتنزل لدكتور تاني فيلاقي للدكتور الاولاني لما قال لها كلام الحق ما رضهاش لا 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 ولا فيه كلام من ده هي بتدور على ما يراضيها بالكلام للأسف الشديد عينيننا كده عشان كده بعض الأطباء بيجدوا من ده وازع وزري عنهم بيقولهمش الحقيقة معنا تصطيفوني آخر تفضلي سماح آلو أي يا فن السيد دكتور لو سرحت يعني أيو تفضلي أنا كنت يعني بسقطة من شهرين وتسعتين آه ولسه يعني الدورة ما ماتش أي آه فعادي يعني ولاي وأنا أصلا عادي تكييس يعني فهي الدورة تيجي كل ست شهور بس عادي يعني بعد الثقاط يعني تغيب كده والعادي لا طبعا ما هواش عادي هو ده بسبب تكييس المواد اللي عنده حضرتك هو إحنا قلنا إن ده مرض مزمن ولا يشفى وأعراضه هتفضل مستمرة حضرتك اتأخرتي في الحمل بسبب تكييس المواد حصل إجهاضات بسبب ده ثم بعد كده الدورة ما تجيش لأن المرض مستمر المرض عرض مستمر ماشي يعني دلوقتي أنا بصب أنا بسحب اللي هو هاي فوري أنا مش سامع ومش فاهم لكن يبدو أن حضرك بتقوليلي على دوة بتخديه عشان ينزل الدورة ماشي أيوة بعد خلص ثيام يعني بتنزل الدورة إن شاء الله يا رب تنزل وهو مش المشكلة في أنها تنزل هذه دورة صناعية هذه دورة العلاج هذه دورة محدثة بعلاج رحتي كثفت عند الدكتور فكتب اللي هو نصب يا بنا الصبور دي والت قلت بتقول حضرتك ما دا مش دوة ما هو يا فندم دا وغيره كل ما يستخدم لإنزال الدورة هو مش دوة هو إنزال هي دي دورة اصطناعية هو قال لي تقتيش عليها يعني خليكي ماشي عليه ما هو يا فندم هتخليكي ماشي عليه لسبب واحد عارفة إيه السبب؟ آه إنه يخلص من الصداع اللي حضرك هتعملهله ما تجيش كل شهر تقول ليه الدورة اتأخرت هو كده بيقول لك خدي دا فضامن إن فيه دورة صناعية هتنزل فحضرتك مش هتوجعي دماغه دا يريح دماغ الأطباء تمام؟ لكنه لا يعالج شيء طب راس منع الحمل بتنزل الدورة أو بتزبط هرمونات تكايس المبايت يعني لها تأثير علاجي تمام؟ طيب يا فندم يعني اللي غرض انزل الدورة لتنين سواء لكن اللي غرض العلاج أقراص من الحمل اللي هي تأثير علاجي لكن إحنا مش في مرحلة علاج الوقت إحنا ما شخصناش إحنا حضرك بنحكي على حكاويكي حضرك بتقولي أنا عندي تكايس مبايت فالوقتي في تكايس مبايت ودورة بتنزلش الوقت بقالها شهرين وقبل كما كانتش بتنزل بخمسة شهور فلازم فيه تشخيص تشخيص يعني تحليل تحليل يعني بيان سبب المشكلة ودرجة تكايس المبايت زي ما شفتي المدام اللي قد تتصل بتسأل على بنتها وتقول أنا بنتي التكايسات سبعة يبدو أنها تقصن تحليل هرمون الـ LH7 أو تحليل المخزون سبعة ولو تحليل المخزون سبعة يبقى ده تكايسات من درجة جديدة قوي فأنا أسمع رقم أحكم أقول ده إيه تمام؟ فأه نصدق أنه حضرك عندك تكايس مبايت وأخذ الإنزال الدورة وارد بس إحنا عايزين نشخص عشان نكتب خطة علاج تشخيص يعني تحليل تحليل لأنه مرض إيه؟ هرموني فيشخص بإيه؟ بتحليل هرمونات تكايس المبايت is a hormonal imbalance وبالتالي يشخص بتحليل هرمونات يؤثر في بعض الأحيان على شكل المبيض وبالتالي السونار لبيان حالة المبيض وفي تكايس مبايت ولا ليس قاطعاً ولكنه قد يفيد واحد من المساعدات في التشخيص لغين فيه ستات عندهم شكل المبيض بتاع تكايس المبايت وهما مش متكايسات والعكس بالعكس فيه ستات عندهم تكايس المبايت ومن درجة شديدة وقد لا يكون المبيض مظهر هذا الشكل وبالتالي هو خلل هرموني وبتشخص بتحليل هرمونات وزي ما أنتم شايفيني أبتكلم بإيه؟ بأرقام لما الرقم يبقى كذا يبقى الدرجة كذا يبقى العلاج كذا يبقى فرص الحمل كذا هو هذا مرض له قواعد واضحة محددة طيب تفضلي تفضلي يا اسماء السلام عليكم دكتور وعليكم السلام أنا دكتور متزوجة لي سبع سنين كويس حاليا عندي 31 سنة أي خليك سيدن بعد بعد من زوجتي السنة المجل عندها خمس سنين كويس يعني السنة دي برضو فترة تأخر شوية كنت خدتي عليك كشفتي ولا الموضوح حصل كده لوحده أنا دكتور كانت كويسة الحمد لله زوجي التحليل عنده ضعص في الحركة فلما تعالج وتحسن حصل حمل آه وتمين ودلوقتي كل يعني هو من سنة عمل تحليل كان يعني هام بس برضو بطراحة نفعل فالنسبة كان طب ماشي ثانية واحدة بس يعني ها دي أفهمها إيه يعني عنده ضعف شديد ضعف متوسط ضعف يعني ها دي في الأول خالف كان ضعف معلشي دكتور هو في الأول خالف كان عنده ضعف شديد واتمكت من دكتور التحليل قال نفذ كل زوجة وحاجات كيبه في فرحة معرفت يعني هو التحليل من سنتين تلاتة مثلا كان فيها ضعف جديد لكن آخر تحليل اللي حصل تحسن هاهب الناس لما بتبص فيه يقولك معقول مش كده لا 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 هو دكتور حدرتك التحليل اللي هو من سنتين ده كان حلوي يعني شوية وبعدين جل كان شوية يعني الحالة في النازل مش في الصاعد يعني آآ 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 بس يعني عملية هو بطراحة من برضي يعني بطراحة العملية وبياخد والعلاج مش بيرضي يلوم عليه يعني هو لما داوم عليه في الأول ربنا حصل تحسن وربنا أكرمكو لكنه كعادة الرجالة وتلاقي حضرتك من الصعيد راسه زي الحجر الصوان مش واخد علاجك وبيدخن ومش عايز يبطل التدخين آآ وبيقولك وبيقولك أصحابي بيدخنوا أصحابي بيدخنوا جايبين عيال وما تقرفونيش بقى وتبقى ألوش دماغ أنا بحط أهم في الدقاء بدلا بحط أهم فيك انتم البيت دا ظلم دا ظلم دا ظلم دا ظلم آآ الدكتورة عليك لي عندك كيس حجم وثنين سنتي على المريض اليمين بس فأخذتني سيدوفاج بس منزل يا مدام يا مدام السيدوفاج علاج لتكيّس المبايد وليس للكيس ثانيا ما فيش حاجة في الطب اسمها كيس 2 سنطي لأن كلمة كيس يطلق على ما هو فوق حجم البوايدة والبوايدة توصل ل2 سنطي فيبدو أن هنا أن حضرتك عندك تكيّس مبايد بس تم استخدام خداع بالألفاظ لإهامك بدا لعشان ترضي تاخدي الدو نمرة 2 السيدوفاج حضريك بتقولي خدته وجسمي نزل السيدوفاج ليس دواء لتنزيل الوزن لا هو ولا غيره قصما بالله لا يوجد دواء اسمه دواء تخسيس وده بالاسم السيدوفاج ده ما هوش دواء تخسيس طيب الوقتي لازم نحدد المشكلة حضريك عندك تكيّس مبايد لو عندك تكيّس مبايد لازم نفقد الوزن وأخذ السيدوفاج بس الاتنين دول خطوطين ما هماش خطوة واحدة مش نقول لست تخسي تقولك اه ما انا باخد السيدوفاج وهو بيخسس ممتاز تسلم ايدي طيب يا فندم نعمل ايه ضعف الحركة يلزمه حاجتين امتناع عن التدخين وعلاج الراجل ده لا بيعمل ده ولا بيعمل ده وبيقول لكم مش هعمل نعمله ايه ده بقى تفتكر نعمله ايه لما مش بقول لحضرتك ده ظلم ظلم لإيه لان حضرتك اللي بتروحي لده كترة بتروحي لعيادات وبتقعودي تستني بالساعات ويقولولك خسي ويدوكي ده ويقري في المعدة ويقلب المعدة وبتاخدين تمام ومع ذلك وهو عشان يبطل سجاير مش مبطل طب خد العلاج ده علاجة الرجالة عبارة عن فيتامينات ده بيقوص صحة ويحسن الحالة العامة ويمنع الكحة ويعمل كل حاجة في الدنيا يا راجل خده لا مش واغده تمام وفي النهاية حضرتك في بلدك وفي وسط العيلة بيتقال انتي اللي ما بتجيبش عيال اصلها ما بتجيبش عيال وما خلفتش في السبع سنينة اللي مرة وما خلفتش اللي بنت لكن البنت عيبة طبعا مش بقول كده يعني لكن ده اللي بيتقال في بلدكو عليكي هذا ظلم بين ظلم بين المشكلة عند الراجل هو يقولك مش واخد علاج والمشكلة في التدخين مش مبطل تدخين وبالمناسبة بقى اذا تكلمت تاني حتجوز واحدة تانية عشان تجيب عيال هنعمل له ايه ده ده مش عايز علاج تضي ده عايز علاج للدماغ للقرار للتفكير وهذا ظلم ظلم بين لحضرتك ولعيلتكم ولفرصكم وديك سامعة الستات لما سنها بيتقدم بيحصل ايه بعد شوية هو يفضل مش يخدش علاج ما بيتحسنش وحضرك سنك يتقدم فتبتدي تبقى عندك مشاكل فيبتدي العيب يبقى ركبك بقى بحق بدل مكان ركبك بالسمعة وبالكلام الناس للأسف الشديد للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة جينة وزي ما بنسعد ونستفيد بحضرتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا كل عام وحضرتكم بخير ويستمر معكم اللقاء وتستمر تتكرر الشهور والأسابيع وبإذن الله تعالى السنوات ويظل اللي بنا دايما 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 يا رب دايما بشت خير